الحديدة المحافظة الأكثر وجعاً تتلاشى فيها الحياة يوماً بعد آخر وتسوء حالة السكان أرقام مخيفة سجلت عن حالات سوء التغذية العام في المحافظة التي وصلت إلى أكثر من 31% نهاية العام 2014 لكن هذه الأرقام تفاقمت وارتفعت بعد سيطرة الميليشيا على الحديدة وتحويلها إلى مجال عام للنهب أما قوت المواطن فقد جعلته الميليشيا بالمزاد لمن يدفع أكثر على هذه الشاكلة تبدو هيئة أطفال المحافظة بعد أن تفاقمت حالات سوء التغذية وتحولت إلى ظاهرة عامة في معظم مديريتها الـ 26 لكن الوضع أكثر سوءاً في مديرية التحيطة فالناس هنا جلهم من المعدمين والمعسرين لذا تراهم يخوضون صراعاً مريراً من أجل الحصول على هامش بسيط للبقى المنظمات الإنسانية غابت وتلاشت أدوارها عدا منظمة الصحة العالمية واليونسيف التي تقومان بين الفينة والأخرى بتقديم معونات لا تفي بالاحتياجات المتفاقمة للسكان لا تكتفي الميليشيا بنهب موارد المحافظة بل إنها تقوم في معظم الأحيان بأخذ المعونات التي تقدم للمواطنين والتصرف بها لصالحها الخاصة كما يشتكي الناس هنا الذين أصبحوا ينظرون بعين الأمل والرجاء علهم يجدون فرصة للنجاة من الموتجوع ترجمة نانسي قنقر